موسيقى النمسا تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة رئيس الجالية اليهودية يطالب بحظر المظاهرات الفلسطينية بدء محاكمة المستشار السابق سيبستيان كورتس بفضائح فساد إيطاليا تتخذ قرارا بمقاضاة النمسا أمام المحاكم الدولية مصرع ضابط نمساوي وإصابة ثلاثة آخرين في حادث دبابة وألمانيا تضع نقاط تفتيش حدودية جديدة وتمدد المراقبة مع النمسا السيدات والسادة أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا نستهلها بأخبارنا عن تداعيات الأحداث في فلسطين المحتلة أدانا المستشار النمساوي كان نهامر هزوم حماس على إسرائيل معربا عن دعمه للمساعدة الإنسانية للمحاصرين في غزة على أن لا تصل لحماس وقال نهامر في لقاء على تلفزيون بول سفير أنه من الممكن مناقشة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكن دون دعم شبكت حماس الإرهابية على حد وصفه وأشار إلى أهمية دعم إسرائيل في مكافحة الإرهاب ورأى أن التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في النمسا هي حملة تضليلية من حماس تستدعي التحقيق والمتابعة الأمنية مؤكدا أن حق التظاهر محفوظ في النمسا أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن زيادة الوجود الأمني حول المؤسسات اليهودية مع ارتفاع حالات العنف في الشرق الأوسط جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في المنتدى الوطني لمكافحة معادات السامية في فيينا وأكد كارنر على دعمه لإسرائيل والجالية اليهودية مشيرا إلى أهمية مناهضة التطرف والإرهاب وقد وصف رئيس الجالية اليهودية أوسكار دويتش وصف الأحداث الأخيرة بأنها إبادة جماعية وأدان المظاهرات الداعمة لفلسطين في فيينا والتي اعتبرها تمجيدا لأفعال حماس وأعرب عن أمله في أن لا تتكرر نبدأ محاكمة المستشار النمساوي السابق سبستيان كورس الأربعاء بتهمة الإدلاء بشهادة زور في فضائح فساد ويمثل كورس واثنان آخران أمام المحكمة ومن المتوقع يواجه كورس عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدين وتتابع هذه القضية بسبب أهميتها وتأثيرها على الفضائح التي هزت الدولة النمساوية منذ العام عشرين تسعة عشر حيث تعود تهم كورس إلى بيان أدل به أمام لجنة بردمانية تحقق في الفساد وتتعلق بتدخله في تعيين رئيس شركة تديرها الدولة علن مجلس الوزراء الإيطالي عن موافقته على رفع دعوة قضائية ضد النمسا أمام المحكمة الأوروبية بسبب حظر العبور في منطقة برينر وزعم وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني أن هذا الإجراء غير مسبوق وأنه سيشمل دولا أخرى أيضا مثل ألمانيا وقد تم مراجعة الوضع مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو التجاني قبل اتخاذ القرار حيث تحتاج الدول الثلاثة إلى اتفاق دولية لتنفيذ نظام إدارة حركة المرور عبر الحدود حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية إذا انتهكت دولة أخرى التزاماتها أسفر حادث أليم عن وفاة ضابط من الجيش النمساوي وإصابة ثلاث آخرين بعد سقوط دبابة في ميدان للتدريب في النمسا السفلة وبدأت التحقيقات بشبهة القتل غير العمد حيث حصل الحادث بعد انحراف دبابة اليوبارت أ 24 تابعة لكتيبة الدبابات 14 وقد تم إصدار أمر بالاحتفاظ بالدبابة للتحقيق وذلك لتحديد سبب الحادث سواء بسبب خلل تقني أو خطأ بشري أو بسبب ظروف خارجية وقد سقط الضابط وهو برتبة ملازم تحت الدبابة وفارق الحياة فورا فيما تم إصعاف الجنود الثلاث الآخرين إلى المستشفى وقد تم إصدار أمر بالدبابة للتحقيقات والهجرة غير الشرعية وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد وصول المهاجرين وستطبق العمليات الجديدة خلال فترة مؤقتة مع مهلة عشرة أيام قابلة للتمديد وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر إضافية ويهدف هذا القرار لوقف التهريب والحفاظ على القواعد الأوروبية المشتركة وفي سبتمبر 2022 قدم أكثر من 250 ألف طلب لجوء إلى ألمانيا بزيادة كبيرة عن العام السابق كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم أشهركم على حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها على موقع إنفو جرات كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بإمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة